أم لأخبارك وريكاب شو عندك اليوم؟ اليوم نرجو على زيارة أدها رئيس الجمهورية قيسة سعيد البيرح لمستودع شركة نقل تونس في باب سعدون ونستنكر الوضعية اللي قال لها المستودع بسبب تكدس الحفيلة القديمة والمستعملة وأعتبر هذا أهمال وسوء تصرف وفساد ينخر الشركة تسبب في الحالة الكارثية اللي وصلت لها وأكد سعيد أن المواطنين يتشكوا من تدني خدمة النقل في حين أنه آلاف الحفيلة تمكدسة في المستودع النجم ونستغلها سوء من ناحية قطع غيار أو التكرير الحديد وفق قوله نسمع الكستقيم وهذا وضع يلزم ينتهي مع ربا وعدد من الخطوط يلزمها ترجع وليس يقض المواطنين ساعتين يستمع يلقى كار ويلقاش كار هذا يجاد وللقى قطع الغيار موجودة ولكن السرقر للأسف موجود الموجودين بشكل هذا علاشه يروحينا وعناش ما يمشيه وش للفولادة ما تعود دراس كلها بتاعها موالا بالنسبة للقطاع الغيار يتم كل يوم السطو على قطاع الغيار وكل يوم يتم السطو على مقدرة شعب تونس ناقل تونس الواش ناقل تونس كاتبين ما هي كلمة ناقل تونس تبقى وترجع زادة شركة كمكان ورجع ناقل ما نرجعنا للعصور الوسطة فهم الناس ما تنقلش فهم الناس تنطل من التلاعب ده من الدراسة اللي ما فهمواش نقل ونشوفه الأموال متاع الشعب توسي مليارات ونلاقوا ترجع الخطوط كما كان ما نرى شوف الأموال الشعب توسي نحن نقضوا اللوجه أشكوهم بش يقرضنا وباش بش نكملوا الميزانية هذا جزء فقط لا لا الحالة المالية متاع الشركات نتيجة للفساد نتوقعة الحال متاجم تكون الحالة المالية متربية إلا للفساد هذا فضلا عن الفساد المستشري في القطاع الغيار القطاع الغيار تتخرج وتدخل هذا الجزء فقط من الفساد هذا جزء فقط من الفساد نعم هذا أشكاله سيد رئيس الجمهورية وجزء اللي قبله كان في نابل نتعلى القتارات وحكينا في الموضوع هذي من عرش المقاربة متاع سيد رئيس الجمهورية المعلومات اللي عنده اليوم نحب نجاوب ربما سيد رئيس الجمهورية على بعض من المفترض أنه عنده المعلومة هذي قلتها في حلقات سابقة اليوم ثم سيد رئيس الجمهورية كان يسمع فيها ثلاثين معناها نحكي على الخردة نحكي على الخردة وقال الخردة هذي اللي موجودة وغيرها اليوم الخردة الموجودة عند المؤسسات العمومية الجرد متاع الخردة اللي عند المؤسسات العمومية يكلف ثلاثين مليون دينار حتى حد من نجم يمسه حتى حد ما نجمي مسها على الاعتبارات الاجرائية والاعتبارات الادارية وكل شيء. معناها اليوم وهذا مشكلة نقول فيه هنا. هزا جرد عملته وزارة املاك الدولة. اليوم فما خردة في البلاد. فيه كان يشوف فيه سيدري الجمهورية الحافلات والا قطارات واللي تحبوا عليهم تمن كل موجود تلاثين مليون دينار قيمته او اكثر. لانو هذي عندي يمكن عامين والثلاثة سنين التالي وربما زادها اكثر. وحتى حد ما نجمي تصرف فيها. وحاجة اخرى زادا نحب انا نسهل سيدريس الجمهورية الى متى وقت التشخيص. نشوفه يعطيك صحة قاعد تهبط وتمشي وتقابل و لكن سيدريس الجمهوري اندي تحكم في البلاد. دستور اللي تمت سياقته انتي هو الرئيس الفعلي للجمهورية التونسية. انا كمتابع وكملاحظي لحد هذه اللحظة قاعد نشوف في رئيس قاعد يشخص في وضع ولا يعالجه. اه وزارة النقل اش عملت اليوم مثلا باش تعمل ديجيتاليزازيون متاع قطاع الغيار. اه يا سيدية. اخي اه راه قطاع الغيار في المؤسسات اللي تحترم نفسها. نحكي عالمؤسسات الخاصة. راهو يكون ديجيتاليزي. معناها ما عاد شدين دفتر. واحنا راي خرجة بولونة. وخرج خرجة مناعش فلسا. وخرجة ادرا شنو. وهذا يخلي اليوم وزارة النقل سيدريس شنو اللي عملته. فما اليوم خطة للديجيتاليزازيون. لانو متعرف ديجيتاليزازيون. طبع اي حاجة تخرج من المكان. ومش صحيح وقت اللي يقول هو انو النقل هذا اه مشكلته ربما كان في قطاع معناها الفساد والفساد والفساد. الدولة هي بيدة سياسات متاع الدولة المتعاقبة هي التي ساهمت في انخرام الوضعية متاع النقل العمومي في تونس. ايش معناها وقت لنحن من الفين وسبعة ما نزيدو حتى فرنك في التعريفة متاع النقل. هل يعقل عن خمسة عشر سنة ما زدنا حتى مليين في تعريفة النقل متاع الوسائل العمومية. القطاع غيار زادت. اه البترول زادت. ليسونز زادت. الاسعار معناها الجرايات زادت. الا التسعير قاعدت هي بيدها. ونعطي حاجة اخرى يا سيد سيد رئيس الجمهورية اه نعرفوا يسمعنا. اه القطاع الخاص للنقل العمومي وين? اه وانا عندي معلومة سيد رئيس الجمهورية طلبوا القطاع الخاص بش ياخذوا اه خطوط اللي اليوم اه جي فيها الكارس بعد ساعتين وبعد ثلاثة سويا. وقالوا لهم ليه? القطاع الخاص اليوم اللي هو مقن انه موجود قاعد يحتضر زادة هو. لانه ما هوش قاعد يلقى في الفرصة انه هو ياخذ خطوط اخرين ويكبر في الخطوط بتاعه. وحاجة اخرى زادة نحب نكمل بها اماني الموضوع هذا يا زادة. اخي نحن سيد رئيس الجمهورية الكيران هذو ما اللي تشوف فيهم راهو كيران زادة جبنهم من فرنسا عمرهم عشرة سنين. لأقل كي هما كي جوا كانوا في حالة بيها. لا ما كانوش في حالة بيها. هما كانوا في حالة بيها. بتاتة. مي امورتي. مي امورتي افون زاد. جبنهم يمكن كيسات فرنس اخي من كيسات تونس. اما رانا جبنا كيران عمرها عشرة سنين. كار عمرها عشرة سنين. بلي بش يكون حطة هزة للجنة. دونك اطوما تيك. ما بش تكون معناها قال اخر خدمة معناها امورتي. دونك ما نقولش انو ما فهمش فساد. ما نقولش انو ما فهمش اهمال. ما نقولش لكن معناها رتا شيء اماني. كل هذا الكل للفساد فقط. نتصور انو مو غالات. والديسكور هذا في تقديري سيد رئيس جمهورية. راهو ماشي وقعد يتاكل. اليوم الناس تسمع اي فساد 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 فساد. اما مدام الدمان عندك. والمقود عندك. نتصور انو حان الوقت بش الحكومة متاعك. تاخذ الاجراءات. بش تبدل هذا الكل. في الموضوع الثاني. كان اجتمع رئيس الجمهورية البارح زيدة بي. رئيس الحكومة احمد حشيني. ووزيرة العدل ليلة جفال. ووزيرة المالية سيهم نمسية. اتطرق فيه لعدة مواضيع. واهمها موضوع التمويلات الاجنبية. قال انو يلزم نحط وضع للحد من الانفيدات المتعلق بالتمويل الاجنبي للجمعيات. وانو احنا في منعارش تاريخي منجموش نخيبو فيه اميل الشعب. ولازمنا نحافظ على سيادتنا الوطنية. واكد رئيس الجمهورية انو فما الجمعية تونسية في الخارج تطلق كل عام تمويلات بالمليارات. تقوم بتحويلها بطرق غير شرعية لتمويل احزاب السياسية. فيما تلقت جمعية اخرى. في الفين واثنين وعشرين اكاهاو. اكثر من مليوني دينار. معتبر انو الجمعية هذي امتدادا لدوائر استخباراتية بالحجة والبرهين. وكان ادعى لجنة التحيل كما سماها هو في اشارة لنجنة التحاليل المالية. بيش تقوم دورها. وتعهد هو بصيفة آلية بتثبت في مصادر التمويل هذي. وقال انو رغم اللي من المفروض انو البنك المركزي هو اللي يثبت من المصادر متاع التمويل هذي. وما ينسيش انو مؤسسة عمومية. وليس مستقلا على الدولة. مشيرا الى ان قانون استقلالية البنك المركزي من حيث السياسة النقدية فقط. وتم وضعه من قبل عواصم غربية. نسمع الفتخاء. ولا يمكن ان نخيب امال شعبنا. كما لا يمكن ايضا ان نفرط في ذرة واحدة من سيادتنا. هذه مسألة التمويل الاجنبي للجمعيات. هناك جمعية تونسية في الخارج التي تلقت سنة اثنتين وعشرين وعالفين. اكثر من مليارين مليون. مليوني دينار. لابد من وضع حد لهذا الافليات. والمفروض هذه درجة التحيل. ان تقوم بدونها. ان تتعهد بسفة آلية بتمويل. لا. قالوا حتى تأتي له الاشارة من النيابة العمومية للنظر في مصدر الاموال. لها المفروض. هذا المصدر يتم التثبت فيه. من قبل البنك المركزي. ولا ينسى البنك المركزي ومن يقوم عليه. انه مؤسسة عمومية. وليس مستقلا على الدولة. يتمطع بالاستقلالية في المجال المتصل بالسياسة النقدية. ولكن قانون 58 افضل بكثير من هذا القانون الذي تم وضعه باسم الشعب التونسي. ولكن كان يفترض لو كانت لديهم الصراحة الكافية والجرء. الكافية يقولون انه تم وضعه من عواصم غربية. فلماذا يكتبوا باسم الشعب التونسي؟ تم وضعه من قبل عواصم غربية. كلم صحيح. اماني في هذا. لانه اه صندوق النقد الدولي هو اللي كان مساند للحكومات اللي موجودة. وقانون 2016. كل سوء قانون البنكي ولا قانون البنك المركزي. لكن زاد مرة اخرى. اه نشوف مغالات من قبل سيد رئيس الجمهوري. لانه لجنة سعى فما في تقديري فهم غالط لاستقلالية البنك المركزي. leastقلالية البنك المركزي سيد رئيس الجمهوري. رم عندها علاقة باللجنة تحالي المالية. للتاريخ لجنة تحالي المالية اللي مكيفها نقائل لجنة التحالي المالي. آة هذه توضعت آة في الألفريا نستععداء بعد ما عمل بنالله القانون منتический ال 2013 منتعاء مكافحة الإرهاب. قاعدوا وقتة وين بش نحطوها اللجنة هذي الوين بش نحطوها لأنه قانون الارهاب وتمويل الارهاب وغسيل الاموال الكله لسق بعضه معلها. دون قاعدوا يخموا قاعدوا يخموا اللجنة هذي ومشوا يحطوها. القاوا يحطوها في البنك المركزي لانه يقرب للشيء لبعضه. لكن سيد رئيس الجمهورية راه وقوفير لومتاع البنك سنترال ما هوش هو سيباير راشيك متاع اللجنة. لا اللجنة راهي عندها كتبعة هو اللي سير فيها. وحاجة اخرى اللجنة تمثل الدولة. عليش تمثل الدولة? لانه اللجنة ذي على مستوى التركيبة متاحة فيها قاضي اداري وفيها قاضي عدلي وفيها وخيان مد ديوانة وهذه من الكل يمثلوا الدولة. معنى احنا سيد رئيس قاعد تقول وانه المؤسسة هذي هي بدأت تتحيل على الدولة قاعدة. دون مؤسسة الدولة قاعد تتحيل على الدولة. المقاربة امتاع الاستقلالية البنك المركزي فيه علاقة بالاستقلالية النقدية وليس الاستقلالية العضوية مع هياكل البنك المركزي. ولكتاف راهي ما هيش هيكل من هيكل البنك المركزي بالتداروج الإداري معناها بك السوبروري ريارشيك هذه السوبروري ريارشيك. وحاجة اخرى نحب نختم بها. مساليش خل نحكي واماني على الموضوع. كيف يش تخدم؟ لجنة التحاليل المالية تعمل الإنفستيغاسيون بتاحا سور لباس متاع ما يوصل لها. لي ديكلاراسيون دي سوبسان يعني يجيو من عند البنوك ويجيو من عند الانترميدي الربورس ويجيو من عند لزاوكا ويجيو من عند لزاوكا ويجيو من عند انت راه وعندك الف مليون دينار جاوك من البلاسة ما تعمل هيش هي. هي وقت اللي يجيها تستقبل اتحقق ثم تحيل للنيابة العمومية اذا لو كان فما بد من الاحالة الى النيابة العمومية. دونك الهنا نتصور انه ربما يزينا نفهم مش قاعدة تعمل بالضبط اللجنة هذية واذا لو كان ما يش قاعدة تخدم بالجداء هي غير خوية اللعبية ده اللي تخدم فيها ولا اعطيها لوتوسيزين معنا هذا هو اللي نجم ومش اول مرة نحكيو في موضوع اخير نرجو على المنتصبين العشوائيين اللي تم منحهم الانتصاب في شويرا على العاصمة الفترة اللي فتت ووعدوهم برست فضاء في سوق المنصف بي. الامير العام المساعد بالاتحاد عمال تونس المكلف بالملف انتاع تجار المستقلين معز علوي كان قال البيرح ان الحكومة تنتهج سياسة المماطلة والتسويف في الموضوع هذا وقال ان المنتصبين يعيشوا في حالة بتالة وتقريب ثلاثة شهور وندد بالتصعيد في حال ما تمش رست فضاء خاص بهم في اجل اقصى واحد ديسمبر القاتل